أعزائي الطلاب والطالبات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في خدمة دروس ومع درس جديد للصف الأول المتوسط وهو بعنوان الأرض والنظام الشمسي الجزء الأول وبالتحديد الأرض تتحرك وقمر الأرض وسيقدم محدثكم الأستاذ رائد بن يوسف المالكي قبل البدء بتفاصيل الدرس ومن خلال العنوان ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم أولا توضيح دوران الأرض حول محورها وحول الشمس وأيضا سوف نتعلم تفسير سبب حدوث الفصول السنوية على الأرض وكذلك سوف نتعلم تحليل معالم سطح الأرض وأخيرا سوف نتعلم وصف دوران القمر حول الأرض وحول محوره إذن هذا ما سنتعلمه اليوم من خلال هذا الدرس فكونوا معنا السلام عليكم وعليكم السلام ماذا بك يا فاطمة؟ إنني مندهشة فقد رأيت الشمس صباحا وأنا في غرفة أمي والآن أراها تحركت إلى هذه الجهة ناحية غرفتي إذن كما شاهدنا ما حدث لفاطمة مما أثار تساؤل لديها ما سبب حدوث ذلك هل تستطيعون الإجابة على هذا التساؤل؟ لقد شهدت فاطمة أشعة الشمس صباحا في غرفة أمها وبعد مرور الوقت على ذلك تغير موضع الشمس وشاهدت ضوئها ناحية غرفتها والسبب يعود إلى دوران الأرض حول محورها إذن كيف يحدث دوران الأرض حول محورها وما هو المقصود بالمحور تدور الأرض حول خط وهمي يمر بمركزها يسمى المحور فالمحور هو خط وهمي يدور حوله الكوكب أو القمر لذلك فإنك عندما تستيقظ من النوم تلاحظ الشمس في الأفق وقت الشروع وعندما يأتي وقت الظهيرة تتوسط الشمس في السماء وترسل أشعةها بشكل عمودي تقريبا إلى سطح الأرض ولكن عند الغروب تغيب الشمس وراء الأفق إنما شاهدته يشعرك أن الشمس تتحرك حول الأرض فهل هذا صحيح؟ في حقيقة الأمر أن الأرض هي التي تدور حول الشمس فما شاهدته هو بسبب دوران الأرض حول محورها مرة كل 24 ساعة لذلك تظهر لنا الشمس يوميا صباحا بسبب هذه الدورة وفي أثناء الليل تبدو الشمس وكأنها تتحرك عبر السماء لتغرب في المساء وذلك لأن مكانك على الأرض يدور بعيدا عن الشمس وتسمى حركة الشمس التي تراها في السماء حركة ظاهرية وكذلك الحال عندما تتحرك النجوم والكواكب والقمر أيضا تسمى حركة ظاهرية في السماء إذن نستطيع أن نقول أن دوران الأرض حول محورها يسبب تتابعا للليل والنهار بعدما تعرفنا على دوران الأرض حول محورها إذن كيف تدور حول الشمس تدور الأرض حول محورها وفي نفس الوقت تدور حول الشمس ويحدث هذا الدوران في مسار منحني منتظم يسمى المدار والزمن الذي تستغرقه الأرض في دورانها حول الشمس تسمى السنة الأرضية أي بمعنى أن الأرض تدور دورة كاملة خلال سنة واحدة نلاحظ خلال السنة تمر الأرض في تغير في المناخ حيث تتمثل بالفصول الأربعة وهذه الفصول هي فصل الصيف والشتاء والخريف والربيع إذن ما سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع سبب حدوث الفصول الأربعة إلى ميل محور الأرض خلال دورانها حول الشمس فمحور الأرض ليس عمودياً بل مائلاً لذلك تنشى الفصول الأربعة خلال دورانها حول الشمس فنشاهد نصف الكرة الأرضية القريب من الأشعة الشمس بسبب ميل محور الأرض يصبح فصل الصيف أما النصف الآخر من الأرض والبعيد عن أشعة الشمس يصبح في فصل الشتاء وبعد مرور ستة أشهر يصبح عكس ذلك في النصف القريب من الأرض يصبح بعيداً عن الشمس ويحدث فيه فصل الشتاء والبعيد يكون قريباً من الشمس فيحدث فصل الصيف أما الربيع والخريف فيحدث عندما لا يكون محور الأرض مائلاً نحو الشمس ولا بعيداً عنها فنشاهد الجزء الشمالي من الأرض يكون في فصل الخريف أما الجزء الجنوبي من الأرض فيكون في فصل الربيع وبعد مرور ستة أشهر يحدث العكس فصل الربيع شمالاً والخريف جنوباً نشاهد تكمل الأرض دورتها حول الشمس خلال سنة أرضية أي ما يعادل 12 شهراً وخلال هذه الدورة تحدث فيها الفصول الأربعة فكما نشاهد أن محور الأرض ليس عمودياً بل هو مائل أثناء دوران الأرض حول الشمس ينشأ فصل الصيف في جزء ما من الأرض عندما يكون هذا الجزء مائلاً نحو الشمس والجزء الآخر من الأرض الأبعد عن الشمس يحدث له فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس على سطح الأرض بزاوية شبعة مودية على الجزء المائن نحو الشمس ولذلك فإن فصل الصيف يعد أكثر حرارة من فصل الشتاء تكمل الأرض دورتها حول الشمس ويبدأ فصل الربيع والخريف وذلك عندما لا يكون محور الأرض مائلاً نحو الشمس ولا بعيداً عنها بعد مرور الوقت من السنة يصبح الجزء المائن نحو الشمس سابقاً بعيداً عن الشمس والجزء الآخر قريب من الشمس فتسقط أشعة الشمس على الجزء البعيد عن الشمس بزاوية أقل وتنخفض دردة الحرارة ويسود الشتاء بينما في الجزء الآخر القريب يحدث له فصل الصيف ويستمر دورة الأرض حول الشمس خلال السنة مسببة الفصول الأربعة ناتي الآن إلى تقويم اختيار من متعدد تستغرق دورة الأرض حول محورها مرة كل اثنى عشر ساعة با ثمانتعشر ساعة جيم أربعة وعشرين ساعة دال ستة وثلاثين ساعة إذن ما هو الاختيار الصحيح والذي يعبر عن الفترة الزمنية التي تستغرقها دورة الأرض حول محورها إذن الاختيار الصحيح وهو أربعة وعشرين ساعة إذن تستغرق دورة الأرض حول محورها كل أربعة وعشرين ساعة نأتي الآن لتقويم آخر وهو أين الخطأ ينتج عن ميل محور الأرض في أثناء دورانها حول الشمس تعاقب الليل والنهار هذه العبارة خاطئة ولكن أين الخطأ وما هو الصحيح إذن الإجابة هي أن الخطأ هو تعاقب الليل والنهار والصحيح يتم استبداله بالفصول الأربعة يمكننا الآن قراءة الجملة بشكل صحيح ينتج عن ميل محور الأرض في أثناء دورانها حول الشمس الفصول الأربعة عندما تغيب الشمس ويحل الليل يطل علينا القمر فما هو القمر وما علاقته بالأرض ربما تعتقد أن القمر هو عبارة عن سطح أملس يظهر في السماء ليلا كما كان يعتقده القدم سابقا لكن في حقيقة الأمر أن العالم جاليلي جاليلي يقول غير ذلك حيث اكتشف هذا العالم قبل أربعمائة سنة من خلال تلسكوبه أن سطح القمر ليس أملس لقد شاهد العالم جاليلي جاليلي من خلال تلسكوبه سطح القمر فشاهد مناطق جبلية كبيرة عمرها أربع ونص بلايين سنة وفوهات كثيرة تشكلت على المناطق المرتفعة كما شاهد أيضا مناطق قاتمة ومنبسطة فدعونا نتعرف على ماذا تم تسمية هذه المناطق وكيف تشكلت المناطق التي تم مشاهدتها على سطح القمر ومنها مناطق منبسطة قاتمة اللون تسمى ماريا أو تسمى أيضا بحار القمر حيث تشكلت عندما اندفعت اللابة البركانية من باطن القمر ثم بردت في المناطق المنخفضة من سطحه أما المناطق الجبلية الكبيرة فتسمى مرتفعات القمر حيث شهد فوهات فوهات كثيرة تشكلت على المناطق المرتفعة ولكن ما سبب حدوثها هذه الفوهات حدثت نتيجة سقوط نيازك على سطح القمر بعد تشكله مباشرة دعونا ننتقل الآن لمعرفة بعض الخصائص الأخرى للقمر ونطرح سؤال هل القمر يدور في حقيقة الأمر يدور القمر حول محمره وفي الوقت نفسه يدور حول الأرض فيدور القمر حول الأرض مرة كل 27 يوما وثلث اليوم تقريبا ويبلغ متوسط بعد القمر على الأرض 384 1400 كيلو متر أما عند ورانه حول محوره فالقمر يحتاج إلى 27 يوما وثلث اليوم تقريبا ليدور حول نفسه وحول الأرض ونتيجة لذلك تواجه الأرض دائما الجهة نفسها من القمر ويسمى الجانب الموازه للأرض بالجانب القريب ويسمى الجانب الآخر بالجانب البعيد يشبه دوران القمر حول محوره وحول الأرض لعبة الدوران فالطفل يدور حول الكرة في المنتصف وفي نفس الوقت يدور حول نفسه ليبقى وجهه مقابل للكرة ويستغرق المدة نفسها حتى يدور حول الكرة في المركز وحول نفسه نأتي الآن إلى تقويم التفكير الناقد لماذا يسمى القمر الذي تشاهده في السماء قمر الأرض يا ترى ما هي الإجابة إن السبب في ذلك لأن القمر يدور حول الأرض وبما أن القمر يدور حول الأرض فهو تابع للأرض ولذلك سمي قمر الأرض نأتي الآن لتقويم ختامي ضع الرقم في المكان الصحيح نود أن نقوم بربط العمود الأول بما يناسبه من إجابة صحيحة في العمود الآخر ونبدأ برقم واحد المدار هل هو يسمى جانب القمر المواجه للأرض أم أنها مناطق منبسطة قاتمة على سطح الأرض أم أنه المسار الدائري أو شبه الدائري الذي يسلكه الجسم المتحرك حول جسم آخر إذن ما هي الإجابة الصحيحة إذن المدار وهو عبارة عن المسار الدائري أو شبه الدائري الذي يسلكه الجسم المتحرك حول جسم آخر نأتي الآن رقم اثنين بحار القمر اختر ما يناسب بحار القمر في العمود الآخر إذن بحار القمر وهي عبارة عن مناطق منبسطة قاتمة على سطح القمر تعلمنا اليوم الأرض تتحرك وذلك من خلال دورانها حول محورها فالمحور هو خط وهمي يدور حوله الكوكب أو القمر وينتج عن هذا الدوران تعاقب الليل والنهار كما تعلمنا أيضا مفهوم الحركة الظاهرية للشمس التي نراها في السماء وأيضاً وأيضاً الأرض تتحرك وتدور حول الشمس حيث تتحرك الأرض حول الشمس في مسار منتظم يسمى المدار وتتم الأرض دورة كاملة حول الشمس خلال سنة أرضية وينتج عن دوران الأرض حول الشمس الفصول الأربع كما تعلمنا أيضاً عن قمر الأرض وتحدثنا عن سطح القمر الذي يحتوي على مناطق جبلية تسمى مرتفعات القمر وفوهات كثيرة تشكلت بسبب السقوط للنيازك وكذلك مناطق منبسطة قاتمة اللون تسمى ماريا أو بحار القمر كما تحدثنا أيضاً عن دوران القمر فهو يدور حول محوره وحول الأرض ويحتاج القمر إلى 27 يوماً وثلثة اليوم ليكمن هذه الدورة وصلنا إلى نهاية الدرس على أمل اللقاء بكم في دروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة